هو ينجئني يوم الدئني علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 أعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين البنوك الكبرى بين فترة وأخرى تجعل جوائز مميزة لبعض من له حساب في تلك البنوك جائزة كبرى يعلنون عنها هذه الجائزة تكون عادة عادة لشخص واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة عادة عدد قليل عدد قليل ممن له حساب معين في تلك البنوك من بين مئات الآلاف من الحسابات واحد اثنان ثلاثة عدد قليل يحصلون على هذه الجائزة يعني احتمال أن تحصل أنت على تلك الجائزة احتمال ضئيل جدا واحد من مئة ألف واحد من مليون احتمال ثم ما هي هذه الجائزة الكبرى شيء في أفضل الفروض يهنئك بعض الشيء لبعض الوقت لا أكثر تحصل على مبلغ كبير من المال المبلغ الكبير من المال كم يهنئك ولأي فترة بعض الهنئ لعله يصيبك احتمال ضعيف أن تحصل على تلك الجائزة ولو حصلت عليها فائدة هذه الجائزة فائدة قليلة ولكن جوائز الله سبحانه وتعالى مختلفة أولا الجائزة الجائزة الكبرى ليست لشخص وشخصين لعدد كبير جدا ثانيا فائدة تلك الجوائز فائدة كبيرة جدا ما هي جائزة الله سبحانه وتعالى العتق من النار أولا أولا هذه الجائزة جائزة العتق من النار يعطيها لمليون شخص في أيام الجمع من شهر رمضان ليس فقط عند الإفطار في كل ساعة ساعة يعتق مليون شخص من الناس يعتقهم من النار في ليالي القدر العدد يتضاعف كثيرا كثيرا هذا فقط في شهر رمضان ناهيك عن بقية المناسبات كعدد لاحظوا العدد الكبير يعني فقط في شهر رمضان عشرات الملايين من الناس يحصلون على الجائزة الكبرى ثم أثر هذه الجائزة الكبرى ليس أثرا مؤقتا ضعيفا أثر هذه الجائزة العتق من النار يعني ماذا يعني الشخص يتهنأ كل الهنأ هنأا شاملا شاملا يعني من جميع الجهات لفترة قصيرة لا إلى هم فيها خالدون كم عظمة هذه الجائزة ولذا ورد في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر يعني شهر رمضان هذا العدد الكبير يعتق من النار وأنت لا تكون أحدهم هذا الإنسان شقي فإذا كان الشخص الذي يحرم من حصوله على جائزة الله الكبرى يحرم من هذه الجائزة في شهر رمضان إذا كان هذا الشخص شقيا فكيف بمن يحرم من هذه الجائزة الكبرى في فرصة أعظم من شهر رمضان هل توجد فرصة أعظم من شهر رمضان للحصول على جائزة الله الكبرى نعم إنه عيد الغدير الأغر الله سبحانه وتعالى حسب الحديث الشريف يعتق من النار في يوم الغدير على أقل التقادير أربعة أضعاف ما يعتق في شهر رمضان فإذا كان الشقي من حرم غفران الله في شهر رمضان فمن يحرم من غفران الله من الحصول على جائزة الله الكبرى في عيد الله الأكبر ماذا يكون ألا يكون شقيا معنى الحديث الشريف أن الحصول على جائزة الله الكبرى يكون سهلا جدا في شهر رمضان فكيف بهذه الجائزة في الفرصة التي هي أعظم من شهر رمضان بسهولة تتمكن في يوم الغدير أن تحصل على جائزة الله الكبرى غفران الذنوب العتق من النار عيد الغدير الأغر وهو عيد الله الأكبر وعيد الله الأعظم وعيد الله الأفضل وعيد الله الأعظم حرمة هذه الكلمات الشريفة التي وردت في الأحاديث الشريفة عيد الغدير هذا أمامنا هذه الفرصة بعد أيام قلائل هل نحصل على هذه الجائزة الكبرى لله سبحانه وتعالى في عيد الغدير نأمل ونسأى وندعو أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى في يوم في يوم الغدير من عتقائه من النار ببركة محمد وعلي وآلهما صلى الله عليه عليهم بعض السعي الفرصة فرصة ذهبية هذه الجائزة الكبرى توزع على عدد كبير لا أكون محروما من هذه الجائزة في فرصة حسب بعض الحسابات المستفادة من الروايات الشريفة ما يقارب من نصف مليار الشخص يعتق من النار فرصة الغدير نصف مليار ولعله أكثر على الأقل أكون أنا أحدهم الحمد لله الذي فضلنا بولايته رسول الله وأمير المؤمنين وآلهما والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وأبارك لكم هذه الذكرى السعيدة المباركة الكبرى عيد الغدير الأغر والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله ترجمة نانسي قنقر شكرا